عشر سنوات عجاف سحقت فيها مالهم وحلامهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية بيتحول من لفهم الإنسان بكل صرقات آلامه إلى ورقة سياسية تتلعب بها وزارة الهجرة والمهجرين فالمودد التي حددت لإغلاق جميع المخيمات بما فيها مخيمات وقليم كردستان وغير كافية هذا ما أكده نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم تطبيق اتفاقية أربيل وبغداث بموضوع قضاء السنجار آلاف من عوائل أهلنا كان من الأخوة اليزيديين أو العرب أو غيرهم جميع الآن نازحين في قليم كردستان بسبب وجود بعض الميليشيات وحزب العمال كردستان ومع الآن وزارة الهجرة عودتها ربعت آلاف نازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية في سنجار والبعاد إلا أنهم إلى الآن لم يتسلموا منحهم المالية البالغة مليونا ونصف المليون من الوزارة إضافة إلى منحة الأربعة ملايين التي خصصت لهم فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية منتهية الصلاحية في عدد من مخيمات آربيل من 2014 ناس تعبت تعبت وهذه الساعة يقولون لهم ارجعوا على بيوتهم طبعا لا عدهم لا بيوت ولا عدهم روات ناس مسحوقة ناس وين تروح؟ يا سيدة يطلعوا يروح على بيته وين يقعد بالشارع؟ مستقبلنا موشي ما عدنا طموح للمستقبل يعني نقول إحنا يعني مثل يعني لم تنظل مثل بالمخيم إحنا ما عدنا ولا ولا مرتاحين بل مخيم مرتاحين آمن أو ماء وكهرباء وهمشي الأمن والعماء وأطلقت حكومة الإقليم حملات طوعية لعودة النازحين من قرى زنكل وتل أسقف وشركان القريبة من منطقة الخازر التي تضمها ربعة مخيمات من أسس التفياربيل فيما تحاول وزارة الهجرة استعلال هذا الملف الإنساني باستخدامه ورقة ضغطا ضد الإقليم بإغلاق جميع المخيمات بعودة إجبارية إلى مناطقهم الأصلية بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل